عزائي طلاب الصف الحادي عشر المصار التكنولوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم في هذا الدرس حل تدريبات الوحدة الأولى هيكل البيانات الجزء الأول في إطار التفكير المنطقي والبرمجة بلغة بايثون تعرفنا عزائي الطلاب سابقا على عدة مفاهيم منها المتغيرات والأوامر البرمجية كالمتغيرات والثوابت جمل الإدخال والإخراج التعامل مع النص العمليات الحسابية والأعداد والجمل الشرطية ومنها المعاملات الشرطية والمنطقية وجملة إف الشرطية بأنواعها الثلاث التكرارات loops كالتكرار for والتكرار while التحقق من الأخطاء ومنها الأخطاء اللغوية والمنطقية والأخطاء وقت التشغيل الرسم باستخدام البرمجة واستخدمنا وحدتين تورتل و تيكين تر ثم تعرفنا على الأحداث الدوال والمعاملات و أنترنت الأشياء وبرمجة جهاز راسبيري باي وتعرفنا أيضا على جزء من هياكل البيانات البسيطة كالأعداد الصحيحة أنتجر الأعداد العشرية float البيانات النصية string والبيانات المنطقية boolean كما نتعرض الآن إلى هياكل البيانات الغير بسيطة كالقوائم lists والصفوف tuples والمصفوفات arrays والقواميس dictionaries القائمة list هي سلسلة من العناصر من نفس النوع أو من أنواع مختلفة مثل النصوص والأعداد الصحيحة والأعداد العشرية وغيرها ويعتبر الصف tuple مجموعة مرتبة من البيانات بحيث يمكن أن تكون القيم المخزنة داخله من أي نوع ولكن لا يمكن تغيير هذه القيم تحتوي المصفوفة array على مجموعة متغيرات من نفس النوع كما يخزن القاموس dictionary البيانات على شكل أزواج كل زوج عبارة عن جزئين هو المفتاح والقيمة فيما يلي سنتذكر مع بعض القائمة list ونقوم بحل تدريبات الدرس الأول الصيغة العامة لتعريف القائمة list في بايثون هي list name هو متغير يمثل اسم القائمة توضع العناصر بين قوسين مربعين ونستخدم الفاصلة للفصل بين كل عنصر وآخر للوصول إلى عناصر القائمة fruits التي تحتوي على ثلاث عناصر وهي apple orange وbanana يمكننا أعزاء الطلاب استخدام الرقم التسلسلي index حيث يمثل الرقم 0 موقع العنصر الأول ويمثل الرقم 1 موقع العنصر الثاني ويمثل الرقم 2 موقع العنصر الثالث وهكذا كما يمكننا أيضا استخدام الأعداد السلبية حيث يمثل الرقم التسلسلي سالب 1 العنصر الأخير في القائمة ويمثل الرقم سالب 2 العنصر قبل الأخير في القائمة وهكذا الدوالي المستخدمة مع القائمة list في بايثون الدالة لن list name تقوم بإرجاع عدد العناصر الموجودة في القائمة list name الدالة sum list name تقوم بحساب مجموع عناصر القائمة list name الدالة max list name تقوم بإرجاع أكبر عنصر في القائمة list name الدالة min list name تقوم بإرجاع أصغر عنصر في القائمة الدالة list name dot clear تقوم بحذف جميع العناصر في القائمة list name الدالة listname.appendX تقوم بإضافة العنصر X في آخر القائمة listname الدالة listname.removeX تقوم بإزالة العنصر X من القائمة listname الدالة listname.countX تقوم بحساب عدد مرات ظهور العنصر X داخل القائمة listname الدالة listname.sort تقوم بفرز العناصر في القائمة listname فرزا تصاعديا الدالة listname.reverse تقوم بعكس عناصر القائمة listname نمر الآن إلى التدريب 1 على الصفحة 26 ما المقصود بهياكل البيانات؟ هياكل البيانات أعزاء الطلاب هي وسيلة لتخزين وتنظيم البيانات في الذاكرة بحيث يمكن استخدامها بكفاءة ولها أمثلة متعددة أبرزها القوائم والصفوف والمصفوفات والقواميس وغيرها تدريب رقم 2 على الصفحة 26 أنشئ القائمة التالية foods يساوي salad fruits vegetable diary أربع عناصر موجودة في القائمة السؤال الأول هو اطبع أول وآخر عنصر في القائمة والسؤال الثاني اطبع عدد العناصر داخل القائمة للإجابة على هذا السؤال أعزاء الطلاب يمكننا استخدام هذا المقطع البرمجي عرفنا القائمة foods ووضعنا داخلها العناصر salad fruits vegetable diary ثم بعد ذلك لتباعة أول عنصر في القائمة نستخدم foods ونضع بين قوسين مربعين الرقم التسلسلي 0 للحصول على أول عنصر في القائمة وللحصول على آخر عنصر في القائمة كما رأينا سابقا نضع الرقم التسلسلي سالب 1 بين قوسين مربعين لتباعة عدد عناصر القائمة نستدعي الدالة lin حيث وضعنا ناتج الدالة داخل المتغير L ثم استخدمنا المتغير L لتباعة النتيجة فيما بعد وستكون نتيجة تنفيذ المقطع البرمجي كالتالي the first element in the least is salad the last element in the least is diary the length of the least is for وهو عدد عناصر القائمة تدريب ثلاثة على الصفحة 27 اختر الإجابة الصحيحة مما يلي وتحقق من إجابتك باستخدام حاسوبك الجملة الأولى ترقيم القائمة يبدأ من صفر أو واحد أو سالب واحد وكما رأينا سابقا عزائي الطلاب أن ترقيم القائمة يبدأ بالرقم صفر الدالة التي ترجع أدنى عنصر في القائمة هي sum, mean أو max وطبعا رأينا سابقا أن الدالة التي ترجع أدنى عنصر أو أصغر عنصر في القائمة هي الدالة mean الدالة التي ترجع أكبر عنصر في القائمة هي sum أو mean أو max والإجابة الصحيحة هي max لإضافة عنصر في القائمة نستخدم الدالة sum أو append أو count ورأينا سابقا أن الدالة append هي التي تقوم بإضافة العنصر في آخر القائمة التدريب رقم 4 صفحة 28 أنشئ القائمة التالية colors تحتوي على عنصر red green وblue استخدم قائمة عمليات python لتعديل القائمة السؤال الأول أضف white إلى نهاية القائمة السؤال الثاني احذف العنصر red من القائمة ثالثا أضف العنصر blue إلى نهاية القائمة رابعا قم بحساب عدد مرات وجود كلمة blue داخل القائمة خامسا قم بترتيب الألوان الموجودة داخل القائمة وأخيرا احذف جميع عناصر القائمة ويمكننا الإجابة على هذا التدريب من خلال هذا المقطع البرمجي أولا نعرف القائمة colors لإضافة العنصر white إلى نهاية القائمة نستدعي الدالة append ونطبع عناصر القائمة للتأكد من ذلك لحذف العنصر red من القائمة نستدعي الدالة remove ونطبع نتيجة للتأكد من عملية الحذف لإضافة العنصر blue إلى نهاية القائمة نستدعي الدالة append ثم نطبع نتيجة من خلال أمر print colors للتأكد من إضافة العنصر blue إلى آخر القائمة لحساب عدد مرات وجود كلمة blue داخل القائمة نستدعي الدالة count ونضع نتيجة الدالة داخل متغير none ثم نستخدم هذا المتغير لإظهار النتيجة لترتيب الألوان الموجودة داخل القائمة نستدعي الدالة sort ونطبع نتيجة للتأكد من عملية الترتيب ولحذف جميع العناصر نستدعي الدالة clear ثم نطبع نتيجة للتأكد من أن العناصر تم حذفها تدريب خمسة صاحب 28 سنقوم هنا بمحاكاة الدالة mean وسنقوم بتعريف دالة جديدة my mean grade حيث تستقبل قائمة من الأرقام وتعيد الرقم الأصغر استخدمها في برنامج وقارن نتيجة الدالة my mean grade مع الدالة mean الموجودة داخل برنامج Python يمكننا استخدام هذا المقطع البرمجي للإجابة على هذا السؤال نقوم بتعريف الدالة my mean grade بهذا الشكل def my mean grade وتستقبل قائمة grades نستخدم تغير mean grade نضع فيه أول عنصر في القائمة نقوم بالمرور على عناصر القائمة باستخدام حلقة التكرار for i in range ونستدعي الدالة لن لحساب طول عناصر القائمة إذا كان العنصر الحالي grades of i أصغر من قيمة المتغير mean grade تصبح قيمة المتغير mean grade هي العنصر الحالي grades of i وأخيرا نقوم بإرجاع قيمة المتغير main grade الذي يحتوي على أصغر عنصر في القائمة في البرنامج الرئيسي main program نقوم بتعريف قائمة grades ثم نستدعي الدالة my mean grade لتطبيقها على القائمة grades نتيجة هذه الدالة نضعها داخل المتغير x الذي نستعمله فيما بعد لإظهار النتيجة بأمر print the minimum grade in the list is x لاستدعاء الدالة min الموجودة داخل برنامج python يمكننا استخدام متغير y نضع فيه نتيجة الدالة min التي نطبقها على القائمة grades التي عرفناها سابقا ونستخدم هذا المتغير لإظهار النتيجة فيما بعد بنفس الرسالة the minimum grade in the list is y نتيجة تنفيذ هذا المقطع البرامجي ستكون بهذا الشكل the minimum grade in the list is سالب ثلاثة وهي نتيجة الدالة my mean grade التي استدعيناها أولا وبعد ذلك نتيجة دالة min التي استدعيناها فيما بعد ونلاحظ هنا أننا تحصلنا على نفس النتيجة تدريب 6.218 أنشأ قائمة إدخال من قبل المستخدم بحيث يقوم بكتابة اسمه الأول واسمه الأخير وعمره ثم سيتم عرض هذه القائمة على الشاشة وهذا تدريب بسيط نقوم أولا بتعريف القائمة my data وهي قائمة فارغة ثم بعد ذلك نستخدم متغير fname يساوي str input interior first name لإدخال الاسم الأول ثم بعد ذلك نستدعي الدالة append لإضافة العنصر fname إلى القائمة my data نستخدم بنفس الطريقة متغير آخر lname لإدخال الاسم الأخير وبعد ذلك نستدعي الدالة mرة ثانية لإضافة قيمة المتغير lname إلى القائمة my data بنفس الطريقة نقوم بإدخال العمر h يساوي int input interior h نستدعي الدالة append لإضافة قيمة المتغير h في القائمة my data وأخيرا للتحقق من النتيجة نستخدم أمر print my data لإظهار عناصر القائمة نتيجة تنفيذ هذا المقطع البرمجي ستكون كالتالي anterior first name كتبنا سعد مثلا anterior last name ونكتبه صالح ثم anterior h 16 وأمر print سيقوم بإظهار عناصر القائمة سعد صالح و 16 تدريب 7 صفحة 29 قم بكتابة برنامج بحيث يقرأ سبع درجات لطالب يطبع عدد الدرجات التي هي أعلى من المتوسط يحذف جميع الدرجات التي هي أقل من المتوسط ويقوم بحساب عدد جميع عناصر القائمة المتبقية لإدخال الدرجات السبع يمكننا أعزاء الطلاب استخدام حلقة التكرار 4i in range l حيث l هو متغير يحتوي على عدد العناصر ثم في كل مرة نقوم باستدعاء الدالة append لإضافة قيمة المتغير x الذي أدخلناه إلى القائمة grades ونقوم أخيراً بإتباعة عناصر القائمة grades من خلال أمر print grades لإتباعة عدد الدرجات الأعلى من المتوسط وجب علينا أولاً حساب المتوسط وهو ناتج قسمة مجموعة عناصر قائمة على عدد هذه العناصر المجموعة يمكن الحصول عليه باستدعاء الدالة sum هنا وناتج القسمة هنا أسندناه إلى المتغير AVR لإظهار عدد الدرجات الأعلى من قيمة المتوسط AVR وجب علينا المرور على عناصر القائمة من خلال حلقة التكرار 4 وفي كل مرة نقارن العنصر الحالي بقيمة المتغير AVR وإضافة واحد إلى المجمع accumulator NP إذا كانت قيمة المتغير الحالي أكبر من قيمة المتغير AVR وأخيراً نطبع النتيجة بهذا الشكل print the number of the grades greater than the average is NP لحذف جميع الدرجات الأقل من المتوسط AVR يمكننا اعتماد هذا الحل وهو إنشاء قائمة جديدة result واستدعاء الدالة append لتعبئتها بالدرجات الأكبر من المتوسط AVR ثم نسند عناصر القائمة result إلى القائمة grades وبهذا نكون قد تخلصنا من الدرجات الأقل من المتوسط وكالعادة نستخدم أمر print لتباعة عناصر القائمة بعد الحذف السؤال الأخير حساب عدد جميع عناصر القائمة وتبقية يمكننا الحصول عليه من خلال استدعاء الدالة لن وتطبيقها على القائمة grades نمر الآن أعزائي الطلاب إلى تدريب رقم ثمانية على الصفحة التسع وعشرون أكتب برنامجا يدخل المستخدم له نتيجة ست سباحين ثم يخرجه أعلى ثلاث نتائج منها لإدخال نتائج السباحين الست يمكننا أعزائي الطلاب استخدام 4i in range 6 وفي كل مرة نسند القيمة المدخلة إلى المتغير result swimmer ثم نستدعي في كل مرة الدالة append لإضافة هذه القيمة المدخلة إلى القائمة swimmers وبعد ذلك بأمر print swimmers نطبع عناصر القائمة لتباعة أعلى ثلاث درجات يمكننا أولا فرز القائمة باستدعاء الدالة sort ومن ثم استخدام حلقة التكرار 4i in range 5 2-1 نتيجة المقطع البرمجي ستكون بهذا الشكل إذا أدخلنا النتائج 80 40 30 90 20 10 ستظهر القائمة بهذا الشكل وبعد استدعاء الدالة sort ستصبح مرتبة بهذا الشكل تصاعديا وباستخدام حلقة التكرار 4 ستكون النتائج كالتالي 90 80 40 وهي أعلى ثلاث درجات في القائمة التدريب التاسع على الصفحة 29 أنشئ قائمة باستخدام لغة python من خلال الآتي أولا أنشئ قائمة كتر التي تحتوي على العناصر التالية capital douha population 2.7 million السؤال الثاني اطبع عناصر قائمة كتر عنصرا بعد آخر يمكننا حل هذا التدريب من خلال هذا المقطع البرمجي البسيط كتر يساوي ونضع العناصر بين قوسين مربعين بهذا الشكل ولاتباعة عناصر قائمة عنصرا بعد الآخر نستخدم حلقة التكرار for i in cutter print i حيث i هو متغير في كل مرة يأخذ عنصر من عناصر القائمة نتيجة تنفيذ هذا المقطع البرمجي ستكون بهذا الشكل capital douha population 2.7 million وهي عناصر القائمة كتر تدريب 10 صفحة 30 أنشئ قائمة باستخدام لغة python من خلال الآتي أولا أنشئ قائمة subject التي تحتوي على العناصر التالية Arabic math social biology ثانيا اطبع العنصر الثالث بالقائمة وطبعا العنصر الثالث موقعه هو اثنان في القائمة نعين English كقيمة للعنصر الثالث بالقائمة وأخيرا استخدم أمر الإدخال لإضافة وتعيين قيمة للعنصر الثالث بالقائمة للإجابة على هذا التدريب يمكننا استخدام هذا المقطع البرمجي نقوم أولا بإنشاء القائمة subject ونضع بين قوسين مربعين كل عناصرها لاتباعة العنصر الثالث بالقائمة نكتب الأمر print the second element subject ونضع بين قوسين مربعين الرقم التسلسلي اثنان لتعيين English كقيمة للعنصر الثالث بالقائمة نكتب الأمر subject ونضع بين قوسين مربعين اثنين ثم نكتب تساوي ونكتب القيمة الجديدة لإظهار نتائج التعديل نكتب أمر print the least after modification ونكتب subject لإستخدام أمر الإدخال لإضافة وتعيين قيمة للعنصر الثالث بالقائمة نستخدم الأمر subject ونضع بين قوسين مربعين اثنين ثم str input enter subject ثم نتبع عناصر القائمة للتأكد من النتيجة تدريب رقم 11 صفحة 31 أنشئ قائمة باستخدام لغة Python من خلال الاتي أولا أنشئ قائمة fruits تحتوي على العناصر التالية ثانيا اطبع عناصر قائمة fruits عنصرا بعد الآخر ثالثا اطبع العنصر الثاني فقط في القائمة عين بنانا كقيمة للعنصر الثاني بالقائمة وأخيرا استخدم أمر الإدخال لإضافة وتعيين قيمة للعنصر الثاني بالقائمة ونلاحظ أنه مشابه جدا للتدريب السابق أولا لحل هذا التدريب نقوم بإنشاء قائمة fruits وتحتوي على الثلاث عناصر المطلوبة apple orange واكوي لتباعة عناصر قائمة نستخدم حلقة التكرار for i in fruits print i لإظهار العنصر الثاني أو تباعة العنصر الثاني في القائمة نستخدم print the second element is وفروتس ونضع بين قوسين مربعين الرقم التسلسلي واحد وهو موقع العنصر الثاني في القائمة ثم لتعيين كلمة بنانا في العنصر الثاني في القائمة نكتب fruits ونضع بين قوسين مربعين واحد ثم تساوي ثم بنانا print new list fruits للتأكد من التعديل أخيرا لإدخال القيمة في العنصر الثاني في القائمة نكتب fruits ونضع بين قوسين مربعين واحد ثم تساوي ثم str input enter an element وبعد ذلك نطبع عناصر قائمة للتأكد من التعديل نمر الآن أعزائي الطلاب إلى تدريب 12 صفحة 32 أكمل الجدول التالي بكتابة نتيجة الأمر البرمجي الموجود في العمود الأول وذلك عند تطبيقه على القائمة c والموضحة أدنى c تحتوي على العناصر red orange green blue white إذا كتبنا الكود البرمجي print c ستكون النتيجة أعزائي الطلاب اتباعة كافة عناصر القائمة print c 1 سيقوم هذا الأمر باتباعة العنصر الثاني من القائمة print c minus 1 سيقوم باتباعة العنصر الأخير في القائمة هو العنصر white print c 3 سيقوم هذا الأمر باتباعة العنصر الرابع في القائمة هو العنصر blue print c 0 وسي 4 سيقوم هذا الأمر باتباعة العنصرين الأول والخامس في القائمة print c 0 وسي سالب 5 سيقوم هذا الأمر باتباعة العنصر الأول لكن مرتين حيث يتطابق موقع سالب 5 مع الموقع 0 في القائمة إذا تبقنا الأوامر البرمجية التالية للقائمة c 3 يساوي red ستقوم بإسناد القيمة red إلى العنصر الرابع في القائمة c minus 3 تساوي blue ستقوم بإسناد القيمة blue إلى العنصر الثالث في القائمة c 0 يساوي green ستقوم بإسناد القيمة green إلى العنصر الأول في القائمة وprint c ستقوم باتباعة عناصر القائمة وستظهر قائمة كالتالي green ثم orange ثم blue ثم red ثم white إذا تبقنا الأوامر البرمجية c 0 يساوي c 4 سنقوم بإسناد قيمة العنصر الخامس في القائمة إلى العنصر الأول في القائمة ثم c 1 يساوي c minus 2 سنقوم بإسناد قيمة العنصر القبل الأخير في القائمة إلى العنصر الثاني في القائمة وprint c ستقوم بإظهار القائمة بهذا الشكل white ثم red ثم blue ثم red ثم white تدريب 13 على الصفحة 33 أكمل الجدل التالي بكتابة نتيجة الأمر البرمجي الموجود في العمود الأول وذلك عند تطبيقه على القائمتين a و b الموضحة أدنى القائمة a تحتوي على العناصر 2 4 3 5 0 7 1 والقائمة b تحتوي على العناصر 90 سالب 5 55 سالب 50 3.14 وسالب 90 الأمر print sum a سيقوم باتباعة مجموعة عناصر القائمة a وستكون النتيجة 22 بنفس الطريقة الأمر print sum b ستكون نتيجته 3.14 print max a سيقوم هذا الأمر البرمجي بحساب أكبر عنصر في القائمة a وستكون النتيجة 7 print max b سيقوم بتباعة أكبر عنصر في القائمة b وستكون النتيجة 90 print mean a سيقوم هذا الأمر بتباعة أصغر عنصر في القائمة a وستكون النتيجة 0 print mean b سيقوم هذا الأمر بتباعة أصغر عنصر في القائمة b وستكون النتيجة سالب 90 println A سيقوم هذا الأمر بإتباعة عدد عناصر قائمة A وهو العدد 7 println B سيقوم هذا الأمر بإتباعة عدد عناصر قائمة B 6 print sum A زائد sum B سيقوم هذا الأمر بإتباعة مجموعة عناصر قائمة A زائد مجموعة عناصر قائمة B وسيكون الناتج 22 زائد 3.14 تساوي 25.14 سيقوم هذا الأمر باتباعة عدد عناصر القائمة A زائد مجموعة عناصر القائمة B وستكون النتيجة 7 زائد 3.14 وبالتالي ستكون النتيجة 10.14 شكرا لكم أعزائي الطلاب على حسن الانتباه